موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي المشاهدين ومعكم محمد الحميلي النهاردة معكم تمرين بسيط خفيف بخط النسخ هنكتب عبارة من آمن بالقدر أمن من الكدر ونحن عارفين طبعا أن الإيمان بالقدر خيره وشره من صفات المؤمن بل هو من أساسيات الإيمان بدون إيمان بالقضاء والقدر لا يكون الإنسان مسلم وزي ما تعودنا من حضراتكم قبل ما نبدأ بعمل إعجاب لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ويلا بينا على بركة الله نبدأ معكم مستخدمين أقلام الخط العربي الجاهزة في الكتاب ويلا بينا المترجمات لك اشتركوا في القناة 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 ويكون هنا اسفل حرفي فيه نقطة وهنا فيه نقطة وزي ما احنا قلنا البداية بتكون مرتفعة عن ان هاي مقدار ايه مقدار نقطة الكدري نفس الكلام لازم ألاقي في ميل من اعلى جهة اليسار مقدار نص نقطة وارتفاعه خمس نقاط اي جمعا خلاص اسيب مسافة نقطة ونص كده او نقطتين بين الالف واللام وهنا عملنا اللام وعملنا نبرة مرتفعة وركزنا عليها يعني ارتكزت عليها الكاف الزنادي في مسافة نقطة هنا الكاف الزنادي يا جماعة لو عملنا كده خط وقسمناها هنلاقي الجزئية دي نقطتين والجزئية دي خمس نقاط تمام خمس نقاط بحجم القلم الاستكتوك بيه والجزئ ده بيكون في نقطة يعني طولها كله بيكون سبع نقاط الجزئية دي بتكون اربع نقاط تمام وهي نفسها بتكون مرتفعة نقطتين اللام عملنا كده درجة الميل بتاعها بيكون مقدار نقطتين في الداخل بيكون معايا قطلة قلم وفي النهاية هنا بتكون في مسافة نقطتين بينها وبين الكاف يعني الدال بعد الكاف اطلع خروج نقطتين واعمل الدال الدال ها هو مرتفعة نقطة عن السطر وهي بتكون مسافتها نقطتين وارتفاحها نقطتين الرأة برضو زي ما احنا اخدنا الجزئ ده نقطتين تمام ولو عملنا كده هنلاقي في ميل نقطة وفي الداخل نقطتين والجزئ الاخير ده نقطة تماما جماعة اتمنى من حضراتكم يعني لو فيه اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات الدرسه خفيف وبسيط وكتبنا عمارة بسيطة احبابي المتابعين لا تنسوا الضغط على زر اعجاب لهذا الفيديو واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك اشعار بكل درس جديد يتم تنزيله على القناة والقاكم على خير مع دروس قادمة باذن الله لتعليم وتحسين الخط العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته